حيدا ريازجي من مواليد انطاكيا 1946 درس في مركز الفنون التشكيلية في حلب ثم أرسل لموسكو ليدرس في المعهد العالي للفنون السينمائية حصل خلالها على ماجستير في الديكوري والإخراج الفني للأفلام ودكتوراه في رسمي وأخراج أفلام الرسوم المتحركة بالرغم من دراسته لأحدث أساليب الفن العالمية إلا أنه بقي محافظا على وفائه للرسم الواقعي عاد عشقه الأبدي للتصوير الزيتي الذي أبدع فيه قدم الفنان خلال رحلته عددا مهما من اللوحات التي تركت أثارها في عالم الفن السوري فقد كانت واقعيته تنبد دوما بالحضور الإنساني والأحاسيس المرهفة النعمة فدماثته وخلقه الطيب وحضوره الهادئ لم يكن في شخصيته فقط بل في أعماله الفنية تميزت ريشته كفنان بنمط خاص فقد أبدع في رسم الأشخاص بمقاساتهم الحقيقية فهو يجسد التفاصيل الصغيرة بعبقرية وعفوية وإحساس ويعرف كيف يبدأ وأين ينتهي وكيف يتعامل مع أساسية اللون شجع الراحل كل المواهب وكان صديقا للجميع وحاضرا في كل المحافل والمناسبات التي كان يساهم في إقامتها ليجمع خلالها زملائه الفنانين وليقدم صورة حضارية عن الشخصية التي يمتلكها الشعب السوري هو أول من رسم انعكاسات نصر الجيش العربي السوري في حروبه مع العدو الصهيوني حيث صور كثيرا من مشاهد حرب تشرين التحريرية ورسم بانوراما هذه الحرب التي تعتبر لوحة تاريخية خالدة وليقد كان يعتبرها شيئا أساسيا في حياته الفنية وخلال سنوات الأزمة ساهم الراحل بصورة فعالة في صناعة جبهة فنية للمشاركة بصد العدوان حيث حرض أغلب الفنانين السوريين على تقديم مساهماتهم ومشاركاتهم التي عبرت عن رفض للمؤامرات التي تستهدف الوطن فكانت المعارض الفنية مستمرة ومكثفة تحمل في حركاتها كل المعاني التي يريد السوريين قولها كان فنانا مميزا على مستوى الوطن العربي أتقن موهبته وأعطاها الكثير فدخل التاريخ بكل نقاء مساهما في عكس الحضارة السورية لم تتوقف ريشته يوما عن الإبداع إلا حين تجمدت أنفاسه وحين توقف قلبه النابد بالأحاسيس والمشاعر الرقيقة عن الخفقان شغل عدة مناصب فهو أول من أسس دائرة رسوم متحركة في التلفزيون السوري إلى أن شغل منصب رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين إن الساحة الفنية خسرت برحيل الياسجي إنسانا متميزا أعطى الكثير دون أن يأخذ ليبقى أيقونة من أيقونات الوطن الغالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر